تتواصل الجهود الطبية داخل مستشفى الخليل الحكومي من أجل تطوير الأجهزة والأقسام الخاصة بمرضى كورونا والتي كان آخرها إنشاء غرفة طوارئ جديدة لتتلاءم مع ظروف الحالة الوبائية ولضمان سلامة المرضى والطاقم الطبي يعني إحنا كان فيه عندنا اللي هي الخيمة اللي بنسميها خيمة الفرز للمرضى المصابين أو المرضى المشتبه بإصابتهم أمام قسم الطوارئ ولكن في ظل استمرار الحالة الوبائية وتطورها وخصوصا نحن قادمون على فصل الشتاء وهناك توقعات فيزدياد في عدد الحالات نقوم الآن بعمل غرفة مجهزة لاستقبال المرضى ستكون هذه الغرفة مكونة من أربع سرة سريرين سيكون للمرضى المشتبه بإصابتهم وسريرين للمرضى المصابين ارتفاع ملحوظ في منحنى تعافي مصابي كورونا داخل محافظة الخليل لكن الخطر ما زال قائما وسط تحذيرات طبية من موجة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء يجب أن يكون هناك التزام حديدي خصوصا أن فصل الشتاء ستكون رشوحات وبالتالي هي الوقاية من الرشح العادي أو كورونا نفس الأساليب ونفس الوقاية ويجب أن يكون هناك في هذه المرحلة التزام أكثر من الأيام السابقة لأنه طبيعة الفترة هي للانتشار أكثر وإذا ما كان هناك التزام فسنكون في وضع صعب من ناحية التجهيزات إحنا كما قلت لكم وضعنا خطة وسيكون هناك تجهيزات محافظة الخليل من أكثر المحافظات التي سجلت نسبة عالية من الإصابات منذ تفشي الجائحة في وقت تحاول فيه الجهات المختصة تقليل حدة انتشار الوباء ليبقى الرهان الوحيد هو مدى الالتزام من المواطن بالإجراءات الوقائية الفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل